ترجمة نانسي قنقر حيث أعرب رئيس مجلس النواب عن فخره واعتزازه بالسجل الإنساني المشرف لمملكة البحرين وحرصها المستمر على دعم الجهود الدولية في ترسيخ مبادئ وقيم الأخوة الإنسانية والتكافل وتلبية الواجب الوطني والنداء الإنساني للشعوب كافة مشيدا مع لي بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد والعمل المتواصل لتحقيق التطلعات الملكية السامية في تطوير العمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين مثمنا اهتمام مملكة البحرين في تطوير العمل الإنساني على المستويات كافة وتدشين لجنة العمل الخيري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجية مؤكدا مع لي الدعم البرلماني للعمل الإنساني وتطوير منظومة العمل الخيري والحرص على إبراز جهود الدبلوماسية البحرينية الإنسانية ترجمة نانسي قنقر